السلام عليكم مرحبا بكم على قناة كويزين سامبل اليوم ان شاء الله غنوجدوا مادلين بطريقة سهلة وبسيطة غنوجدوا غير بالخلاط اليدوي مقادير جد مضبوطة إلا جربتوا أنا متأكدة غدي يعجبكم فنمشوا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير وغادي نحتاجوا كمقادير جوج بيضات غادي نضيفوا لهم نصف كأس سكر الفانيلا أو السكر فاني قبسة ملح وغادي نخلطوهم غير بالخلاط اليدوي نحاولو نخلطوهم جيدا وغادي نخلطو البيض مع السكر غادي نضيفوا ليهم ياغورت ياغورت طبيعي أو بأي نكهة بغيتو ونصف كأس زيت وغادي نخلطو كذلك وغادي نحتاجوا كأس دقيق نفس الكأس اللي عبرنا به السكر والزيت وسبعة قرام خميرة كيميائية بيكين باودر ساشي دائما دقيق والخميرة كنغربلوهم ونخلطو كنحصلوا على قوان بهتش شكل كيف كتلاحظو ودفع غادي ناخدو المول ديال الكابكيك هاد المول ما كنستعملش فيه الكويعطاس غير كندهنو بالزبدة إلا بغيتو تستعملوا كويعطاس تستعملوهم أنا في هاد المول ما كنستعملهمش كندهنو غير بالزبدة وغادي ندير فيه الخالط غير ما نملؤوش لأننا ملي غادي ندخله الفلت فغايتضاعف الحجم ديالهم ولو أنا ندرنا فيهم غير خمارة وحدة وغادي نزينهم بالقليل من الشوكولات اللي كيبقى اختياري كنديرو حبيبات الشوكولات أو غير الشوكولات كنقطعوه ونضيفوه من الفوق كيبقى طبعا اختياري وغادي ندخلهن للفرن على حرارة 180 درجة حسي يطيبو ويتحمرو ونخرجوه كتلاحظو من بعد ما طابوا لنا غادي نخليوهم حسي بردو شوية عادي نزولوهم المول ومن اللي بردو غادي نحيدوهم المول وكيتحيدو لنا بسهولة ما كيلسقو موالو وكيجيو محمارين وزوينين وكيجيو هشاش كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم إلا جربتوهم خلوا لي آراءكم في التعالق بارتاجيوهم مع الأصدقاء والأحباب ولايك للتشجيع وتغطو على الزر الأحمر للاشتراك باش توصلوا بجديد الوصفات ونتلقوا مع وصفة جديدة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر